بالرغم من الدمار والخراب الذي حل بمرقد وجامع النبي يونس بمدينة الموصل لأنه ما زال قبلة لأهالي المدينة الذين يحرصون على زيارته بشكل مستمر وسط الركام والأنقاض حيث يسعى السكان إلى ممارسة عاداتهم التي كانوا يعيشونها في السابق وتحدي مخلفات الحرب والعمل على إعادة الحياة لمدينة الموصل بقديمها وحديثها الناس لحد الآن تتجه هنا الزور ستلاحظ أن الآن أغلب الناس متواجدة كزرار رغم الركام ورغم اللي صار روحانية هذا المكان لم تمنع سكان الموصل من زيارة مرقد النبي يونس الذي حوله تنظيم الدولة إلى بقايا مرقد فما زال هذا المكان الواقع على تلة التوبة رمزا لمدينتهم وملاذا لهم في خلواتهم وصلواتهم حيث يطالبون الحكومة والجهات المعنية بإعادة إعماره وإصلاح ما خلفته آلة الحرب النبي يونس ورغم دماره من قبل أصابات داعش نبقى ننجح عليه ونتردد عليه ونزوره ونطالب الحكومة العراقية أن نتعمره وشيل أنقاذ منه في شهر رمضان من عام 2014 عند دخول تنظيم الدولة مدينة الموصل وبعد تفجيره للمقام لحظا سكان المدينة وجود أنفاق وادها ليز تحت الجامع المهدوم حيث تحدث شهود عيان عن وجود آثار قديمة وكنوز تحته وكحال أي معلم آثاري تاريخي تعرض المقام إلى سرقة مكتنزاته للمتاجرة بها كما الحال للكثير من آثار العراق وكنوزه التاريخية